ترأس غبطة البطرياك ثعفلس الثالث بطريارك القدس وسائر أعمال الأردني وفلسطين شعائر تقديس الزيت الذي سيستخدم في مباركة جلالة ملك بريطانيا تشارلز الثالث في السادس من شهر أيار القادم وتبع غبطة بطريارك القدس في شعائر منفصلة المطران حسام نعوم رئيس أساقفة الكنيسة الإنجيلية في القدس وجارت هذه الشعائر في كنيسة القيامة بحضور جمع من المطارنة والأباء الكهنة وشكر كبير أساقفة إنجلترا جاستن ويلبي غبطته على توفير زيت المباركة الذي يعكس ارتباط جذور العائلة الملكية بالأرض المقدسة واختتم رئيس الأساقفة ويلبي بعيانه بالقول بينما نستعد لمباركة جلالة الملك والملكة أدعو الله أن يرشدهما ويقويهما بالروح القدر